الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا مجلس الوزراء يوافق على استيغاة نهائية لوطيقة سياسة مركية الدولة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية أوكرانيا تأمر بتشديد الإبراءات الأمنية لكل سفراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثاتها بمدريد وزيلنسكي يستبعد لجوء روسيا إلى السلاح النووي السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تاتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراعي في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية وذلك من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العدام وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمة الصحة العالمية والمجموعة الوزرية المختصة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية وقد وجه السيد الرئيس بالإسراء في خطوات امتلاك القدرة التصناعية للأطراف والأجهزة التعوضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني مع الأغذي في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية في مصر وذلك وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيدا للحصول على الاعتماد الدولي فضلا عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام وذلك من خلال عدة محاورة رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموأمة الأطراف الصناعية ومصانع الإنتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعليا في مصر في هذا القطاع إلى جانب المركز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية خاصة مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الأعاقة الحركية كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية فضلا عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز الذي يقوم بتجميع ومؤامة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وقد أشهد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حاليا في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعوضية سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة مؤامة الأطراف للمرضى بما يفتح الأفاقة لإنشاء المجمع الصناعي الجديد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن موافقة المجلس على الوثيقة جاء بعد عرضها على أعضاء الحكومة إسرى تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الكبراء والاقتصاديون خلال منقشات الحوار المجتمعي بشأنها من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت ذاته على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد وأكد الرئيس الوزراء أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجنهورية سيتم البدء في مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة والاستمرار يدا واحدة دولة وقطاعا خاصا في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسبب التعديات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية عبرت في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والطويل إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وفي زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والمعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010 تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافعي الدرائب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة آيميا باور الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة مليار ومئة مليون دولار وبموجب الاتفاقية سيتم البدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج القهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكومومبو بمحافظة أسوان بطاقة انتجية تبلغ ألف ميجاوات ويوفر المشروعين الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرى فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو مليونين ومائتي ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري تظهر البيانات الأولية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين بواقع أربعة فاصل أربعة في المئة رغم تحديات العالمية فضلا عن التوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب خمسة في المئة بنهاية العام المالي الجاري كما استعرض الاجتماع تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع صندوق النقد الدولي وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي ناجح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو يأتي هذا وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية التباعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي خلال دورتها السبعة عشر والمقامة حاليا في العاصمة المغربية رباط بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع وأشهد مجلس الوزراء بإحراز هذا النجاح الكبير الذي يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين أكدت وزارة العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على أحد المحاور الجديدة تكريما له عن رحلة عطائه القضائية المميزة وفي بيان لها أكدت وزارة العدل أنها تتقدم مع جموع القضاء في كل الجهات والهيئات القضائية بأصدق الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التكريم الذي يؤكد تقدير سيادته لرجال القضاء المتميزين ولدورهم الراصخ في خدمة وطنهم وسيطلق اسم النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 في منطقة المقطة شاهد الرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي إعصار 65 والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني ويستمر لعدة أيام وذلك في إطار تنفيذ قطة التدريب القتلي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة في ختام المشروع أشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بالأداء المتميز الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقي والكفاءة القتلية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى نظم ومقلدات الرماية المايلز بإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني للإطمئنان على تحقيقها أقصى دراجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية تدريب الجوي المشترك من اثنين وذلك بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام للجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنصيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من المهام العمل على تعزيز قدرات الدولة المصرية في هذه الصناعة أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد حيث نشهد اليوم جني ثمار الجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة والآن ندعو المهندس عمر محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنبية صناعة تكنولوجيا المعلومات ليلقي كلمته فليتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معالي الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحضور الكرام بداية أحب أن أرحب بالسادة ممثلي 29 شركة من كبريات شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات العالمية وأحب أن أشكرهم على ثقتهم واختيارهم الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصري وعلى ثقتهم في قدرات شبابنا ومهارتهم الذين هم ثروة مصر الحقيقية وفي البداية أيضا أحب أن أستعرض محاور عمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي ترتكز على ثلاثة ركائس الركيزة الأولى وهي تنمية الأسواق والتي نعمل فيها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات من مصر إلى العالم وتشجيع الشركات المصرية على تصدير منتجاتها وخدمتها وقد بلغ صدرات مصر الرقمية في العام المالي المنصرم أربعة وتسعة من عشرة مليار دولار كما قمنا بتدريب حوالي 220 ألف شاب في العام المالي الحالي المحور الثاني وهو رعاية الإبداع والشركات النشئة ويمو هذا القطاع نموا مطردا حيث بلغت الاستثمارات في هذا القطاع في عام 2020 حوالي 190 مليون دولار ثم في عام 2021 ربعمية وتسعين مليون دولار ثم في العام الحالي حتى تاريخه حوالي 590 مليون دولار كما تم احتضان حوالي 570 شركة ناشئة مقابل 273 شركة ناشئة في العام الماضي والمحور الثالث هو تنظيم المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني حيث بلغت عدد الشهادات المصدرة سنة 2020 حوالي 8000 شهادة ثم قفزت إلى 55 ألف شهادة عام 2021 ثم 114 ألف شهادة حتى تاريخه من العام الحالي كما نمت عدد المعاملات من 3 مليون معاملة عام 2020 إلى 153 معاملة عام 2021 ثم إلى 355 مليون معاملة في هذا العام حتى تاريخه ومن هذا يتضح أننا نعمل على تمية اقتصاد المعرفة حيث أنه هو الاقتصاد عالي القيمة والذي يعمل على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات العالية القيمة وهي أولوية قصوى في سياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولذلك قامت الهيئة بإعداد استراتيجية متخصصة في تمية صناعة التعهيد وهذه الاستراتيجية لخمس سنوات من عام 2022 إلى عام 2026 وهذه المدخلات لهذه الاستراتيجية بناء على توجيهات معالي الوزير كانت العمل على خلق فرص عمالة كثيفة وأيضا خلق فرص عمل متميزة عالية القيمة تتدرج حتى نبلغ الذروة في التصميم الإلكتروني والبرمجيات المدمجة ولذلك قمنا بتحليل في هذه الدراسة بالتعاون مع أحد كبريات بيوتر خبرة في العالم عنصري الطلب والعرض وحيث أن عنصر الطلب كان الدول التي لديها أكثر طلب في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التي عليها الطلب في خلال الخمس سنين القادمة وكذلك درسنا العرض الذي يتمثل في مهارات شبابنا وحددنا الفجوات الموجودة في الخمس سنين القادمة وبناء عليه قمنا بتصميم برنامج تدريبي لتنمية مهارات هؤلاء الشباب وهذه الدراسة قامت أيضا على ثلاثة محاور المحور الأول هو التغويج والتصويق عالميا لمصر وكذلك محليا لفرص العمل في مجال التعهيد وفي هذا قمنا بتطوير علاقات مع المستثمرين والمحللين الدوليين مصدر النشرات الدورية في سوق التعهيد والذين يروجوا لمقاصد التعهيد عالميا كذلك قمنا بمساعدة الشركات في إعداد دراسات الجدوة عن مصر وعن السوق المصري كما شاركنا في العديد من الفعاليات العالمية التي تهتم بسوق التعهيد وكذلك قمنا بالتعاقد مع بيت خضرة عالمي في مجال التسويق الرقمي للتسويق لمصر عالميا وقمنا أيضا بالتعاقد مع بيت خبرة محلي للتسويق لصناعة التعهيد ووظائف التعهيد في أوساط الشباب المصري المحور الثاني خاص بتطوير بيئة الأعمال ومناخ الأعمال وفيه قمنا بدراسة الكلفة الكلية للاستثمار في مصر مقارنة بعشر دول أخرى في نفس المجال وبناء عليه قمنا بتصميم برنامج حوافز يقدر أنه هو يكتذب مزيد من الاستثمارات لمصر ويضمن أن الكلفة في مصر تبقى دايما منفسة عالميا كذلك قمنا بعقد لقاءات دورية مع رؤساء الشركات لقاء دوري كل ربع سنة بحيث أن نستمع إلى مشاكلهم نعمل على حلها ونحطهم علما أيضا ببرامج الجديدة التي نطلقها حتى يستفيدوا منها كذلك قمنا بعقد العديد من فرص التشبيك واللقاءات في الجامعات للترويج لفرص العمل نروح نعمل لقاءات في الجامعات مع الشركات علشان نعرض فرص العمل الموجودة في مجال التعهيد والمحور الثالث وهو الأهم هو تطوير المهارات لأن بدون مهارات لن يوجد استثمار في مصر فالمحور الأساسي هو تطوير المهارات وبناء عليه إحنا أطلقنا المرحلة الثانية من مبادرة مستقبلنا رقمي بعدما عززناها بمتطلبات السوق العالمي في مجال التعهيد في الخمس سنين القادمة كما قمنا بإطلاق برامج لتعليم الشباب على اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكذلك المهارات الناعمة من مهارات الاتصال والعمل في فريق والقيادة وما إلى ذلك واستلزم هذا مننا أن نعيد في الهيئة إعادة الهيكلة حتى نستطيع أن نوجد الكوادر القادرة على التعامل مع الاستراتيجية ومع الشركات الدولية وبالفعل ردينا فريق متميز بيعامل الشركات المستثمرة في مصر على أنها عملاء وبالتالي قادر على التواصل معاهم وتنمية استثماراتهم وجذب المزيد من الاستثمارات في أثناء التنفيذ أيضا كان مهم جدا المتابعة ولذلك كنا بصفة دورية في اجتماعات مع معالي الوزير المتابعة على الأقل مرة كل أسبوعين عشان نتابع النتائج نعمل عملية مسح مع الشركات عشان نتأكد من تحقق الوظائف والعمليات التوظيف المتعقد عليها الحقيقة ما نشهده اليوم هو حصاب العام الأول من تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموح والنتائج تشهد بأن هناك فرصة حقيقية لمصر بالذات في المتغيرات العالمية سواء بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تصارع عمليات التحول الرقمي بعشر أضعاف مما كانت عليه قبل أو في الأجواء الحالية العالمية التي دفعت العديد من الشركات إلى النظر في تنويع مصادر استثمارها وفي وجهات استثمارها وده بيدي فرصة متزايدة لنا في مجال التعييج في النهاية أنا بحب أشكر لمعالي الوزير الدكتور عمر طلعت على رعايته لهذه الاستراتيجية وتوجهاته لنا وأحب أشكر فريق العمل المميز في الهيئة على روحهم الدقوبة والعمل بروح الفريق الواحد شكراً لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله كل الشكر المهندس عمر محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على هذه الكلمة يعد من أبرز مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد هو مضاعفة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وتسريع نمو اقتصاد المعرفة لتتكامل مع باقي الجهود التي تبدلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء دولة عصرية حديثة تستثمر في ثروتها البشرية وتتبنى التكنولوجيات الرقمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآن ندعو معالي دكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليلقي كلمته بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأستاذ الدكتور وصفة فولي رئيس مجلس الوزراء صحاب السعادة السفراء الحضوري الكريم مرحب بحضراتكم أفنم في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطة الحسين ومستأذنكم في شرح موجز لستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن خطة الدولة المصرية لبناء مجتمع رقمي متكامل بناء مصر الرقمي استراتيجية الوزارة فنم تستهدف تلت ركائز أساسية الأولى أن نقدم لمواطنين دوما خدمات حكومية سهلة ميسرة بسبل مختلفة تناسب كل أطياف المجتمع وبشكل يمكننا من حوكمة قدرات الحكومة وطريقة أداءها لاستحقاقات مواضنين المرتكز الثاني للإستراتيجية هو الخدمات المتعلقة بالاتصالات أن نقدم خدمات اتصالات على مستوى عالي من الكفاءة والثبات والانتشار والاستقرار ثم المرتكز الثالث الذي سأبدأ بعد إذن حضراتكم في شرحه وهو إنتاج فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع يتزايد من شبابنا ويتنوع في خلفيات الشباب الذين نستهدفهم وشرائحهم وقدراتهم من أجل هذا وضعنا استراتيجية للتلمية البشرية وبناء القدرات الرقمية لقطاع ضخم من الشباب المصري هذه الاستراتيجية تقوم على محورين أساسيين محور التدريب ومحور رعاية الإبداع وتحفيز الفكر الخلاق والأداء الابتكاري يعني لو ودأت يمكن بمحور التدريب لأنه أكثر تعلقا بما نحن بصدد اليوم الحقيقة منذ بدأت الحكومة المصرية في وضع منهاج بناء القدرات وبناء الإنسان المصري كان لابد أن نطلق مصفوفة باتت تتسع وتتنوع من مبادرات التدريب وتنمية القدرات الرقمية ولكن كان يتعاهل علينا قبل أن نبدأ في الانتشار وإطلاق هذه المصفوفة من المبادرات أن نضع استراتيجية لتتكامل المبادرات على تنوعها وتتساند مع بعضها وتكون أهدفها دوما متضفرة من أجل الهدف الذي حملت أن أشرحه وهو خلق فرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذا وضعنا استراتيجية من ثلاث عناصر أساسية العنصر الأول هو التنوع والتخصص أن دوما نطلق مبادرات في تخصصات هي الأهم والأكثر طلبا في سوق العمل ليس فقط المصري ولكن الإقليمي والدولي لدينا مبادرات تدريبية في مجالات كتصميم الدوار الإلكترونية ويقترم بها طبعا تصميم وبناء البرامج المدمجة هذين التخصصان في منتهى الأهمية في صناعة السائرات وكافة الصناعات الإلكترونية لدينا مبادرات في بناء التطبيقات وتصميم وبناء المنصات الرقمية ويتعلق بها أيضا مبادرات تدريبية لاختبار هذه البرامج والتأكد من فعلياتها لدينا مبادرات طبعا في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي منظومات الذكاء الاصطناعي تتطلب حجما ضخما من البيانات لذا أطلقنا أيضا مبادرات لتدريب قطاع من شبابنا على تصنيف وتبويب البيانات تمهيدا لاستخدامها في منظومات الذكاء الاصطناعي كذا مبادرات متعلقة بالأمن السيبراني والتسويق الرقمي وغيرها من التخصصات الهدف هو أن نحاول أن نوجد تخصصات تناسب كل شرائح شبابنا بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والتعليمية والعملية أيضا العنصر الثاني في هذه المحددات التي تحوكم استراتيجية بناء القدرات التي ننتهجها وننفذها كان منهجية تصميم متكاملة هذه المنهجية هي بالفعل الإطار الحاكم لكل المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول ما تقوم عليه هو الشمول أن كل ما نطلقه من مبادرات ينبغي أن يصل لكل شبابنا في مختلف أنحاء الجمهورية وأن يكون في متراول كل شاب وشابة أيا كان الإقليم الذي يقتنه فرصة لكي يحصل على هذه الفرص التدريبية أيضا الشمول من وجهة نظر الشرائح بمعنى أن هناك منظومات تدريبية بالشكل التقليدي فصل ومتدربين ومدرب هناك منظومات تدريبية رقمية لمن يرغب في أن يوائم ما بين عباء الدراسة والعمل أو الإلزامات الأسرية والاجتماعية وتحصيل التدريب هناك مبادرات تمزج ما بين الأسلوبين الهدف هو أن نوجد أسلوب تدريبي لكل شرائح مجتمعنا النقطة الثالثة الحقيقة التي نفخر بها هو التوازي النوعي نفخر أن أكثر من 40% من المستفيدين من المبادرات التدريبية التي نطلقها من الإناث ونسعى دوما لتشجيع المزيد والمزيد من السيدات للإقبال على هذه المبادرات التدريبية أخيرا وليس آخرا دم جذو القدرات الخاصة دوما كل المنصات التي تحوي المحتوى التدريبي الذي نطلقه تكون مجهزة وممكنة لذوي القدرات الخاصة لدمجهم وإطفاء استقلالية على قدرتهم على مبارسة الحياة والعمل العنصر الثاني هو الجودة لكي نضمن الجودة لهذه المبادرات التدريبية من حيث طرق التدريب ومن حيث المناهج والمواضيع دوما نسعى لعقد شركات مع الجامعات العالمية المرموقة أو الشركات الرائدة في المجالات التي نتيح فيها التدريب بحيث دوما نضمن جودة وتمام واكتمال هذه المنظومات من حيث طرق التدريب ومن حيث أيضا المحتوى النقطة الثالثة التخصص وقد حاولت أن أشرحه في الشريحة السابقة دوما نسعى للتخصصات الأكثر طلبا ثم الخبرة بمعنى أن كل المبادرات التدريبية يقترم فيها المحتوى التقني النظري بفرص للتدريب العملي في الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصري تستضيف هؤلاء الشباب لكي يتحصلوا على خبرة عملية تمتزج مع التدريب التقني الذي يطلقونه في تلك المبادرات ثم الملكات الشخصية والقدرات على العمل الجمعي والعرض وتنظيم الأولويات وغيرها من المهارات الشخصية التي أمس سوق العمل يتطلبها جنبا إلى جنب مع المهارات التقنية الهدف هو أن نبني مهنيين متكاملي القدرات قادرين على المنافسة بفعالية وقتدار في سوق العمل المرتكز الثالث الحقيقة هو مصار تدريبي متكامل ومتنوع يناسب كل شرائح شبابنا بدءا من مبادرات تدريبية لطلبة الصف الأول الإعدادي والمرحلة الإعدادية والثانوية بأكملها لدينا مدارس تبدأ من الصف الأول الثانوي لمدارس وي لدينا ست مدارس بها مجموعة من مبادرات التدريب والتعليم المهني لشبابنا لمن يرغب في الالتحاق بسوق العمل بعد التعليم المدرسي لدينا مجموعة أخرى من المبادرات لخريجي الكليات غير المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمن يرغب في تحويل مصار العملي والمهني إلى قطاع التكنولوجيا ولدينا مجموعة من المبادرات عميقة التخصص لخريجي كليات هندسة الحاسبات وعلوم حاسبات لمن يرغب في ساقل مهاراته وأيضا لدينا تعليم أكاديمي متخصص من خلال جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا الهدف كما قلت هو أن نتيح فرصة تدريبية لكافة شرائح شبابنا من مختلف الخلفيات وفي كافة أنحاء الجمهورية يعني كما حاولت أن أشرح نفقر بشركائنا الدوليين الذين نتشارك معهم في تقديم هذه الحزمة الثرية المتنوعة من المبادرات التدريبية لدينا مجموعة من الجامعات رفيعة الشأن من مختلف دول العالم المتقدم نتشارك معها في إتمام العملية التعليمية لدينا أيضا مجموعة ضخمة من الشركات العالمية الرائدة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا نتعاون معها في مبادراتنا التدريبية يعني نفقر حقيقة أنه حين بدأت الحكومة المصرية هذا البرنامج أو هذه الاستراتيجية قبل أربع سنوات في السنة المالية 18-19 كانت موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب 50 مليون جنيه وكنا نستهدف تدريب 4000 متدرب سنويا اليوم في العام المالي الحالي موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتدريب بلغت مليار و300 مليون جنيه بزيادة 26 ضعف عن ما كانت عليه قبل أربع سنوات فقط وعدد المتدربين الذين نستهدفهم يبلغ 225 ألف متدرب في هذا العام المالي بزيادة 56 ضعف عن ما كانت عليه قبل أربع سنوات حياة لما بدأنا هذه الاستراتيجية كان لدينا أكثر من هدف نسعى إلى تحقيق الهدف الأول هو أن ننتج جيلا متخصصا كما قلت في كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع أن ينفذ مشروعات التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية في كافة وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها وهذه المصفوفة من مشروعات التحول الرقمي تتصارع خطاها وتتسع في كل الوزارات والهيئات الحكومية وهذا هو توجه الدولة أن نرقمن كل أعمالها وخدماتها التي تقدمها لمواطنينها ولكن كان هناك هدف أخر يمكن الهدف الثاني الذي بدأنا نسعى إليه مع توفقنا بإذن الله في التوسع في التدريب وبناء القدرات كان الاتجاه إلى التصدير من خلال قطاع المهنين المستقلين أو فريلانسلز كما يسمونهم بدأنا في تشجيع أعداد أكبر من شبابنا على الالتحاق بقطاع المهنين المستقلين لتصدير خدمات رقمية والالتحاق بعمل في أسواق أخرى بينما يقتلون في مصر وبدأ بالفعل عدد هؤلاء يزداد بوتيرة أخذ التتصارع وحجم التصدير الذي يحققونه أيضا أخذ في النمو المضطارد وهذا ما أدى إلى المرحلة الثالثة التي نحن بصددها اليوم في سياق هذه الفعالية وهو الانتقال من التصدير بشكل فردي إلى تصدير بشكل مؤسسي وسياق جمعي من خلال التوسع في مراكز التعهيد التي تقمها الشركات العالمية في مصر أو التي كانت بالفعل موجودة ولكن أخذ في التوسع والنمو وازدياد الأنشطة والتخصصات كلا النشاطين في منتهى الأهمية وكما قلت بالفعل ننتقل من مرحلة التصدير الرقمي بشكل فردي ومشخصا إلى مرحلة التصدير الجامعي المؤسسي نستهدف الحقيقة في هذه المنظومة كل خدمات الرقمية والصدرات التي يمكن أن تصدر من مصر من إجراءات أعمال الشركات بدءا من مراكز الاتصال الصوتية مراكز الاتصال النصية الشؤون القانونية الموارد البشرية المشتريات وغيرها من أعمال الإدارة التي تعهد بها شركات إلى شركات أخرى لتنفيذها نيابة عنها أيضا نسعى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من بناء منظومات برمجية بناء مواقع وغيرها من النظم كذلك كل ما يتعلق بخدمات البحث والتطوير كما قلت كالبرامج المدمجة أو التصميم الإلكتروني وغيرها مما يندرج تحت شريحة البحث والتطوير النهاردة بإذن الله دولة رئيس الوزراء سيشرفنا بأن يشهد توقيع اتفاقيات لواحد وعشرين شركة عالمية قائمة في مصر لديها خمسة وعشرين مركز تعهيد كانت قد اتخذت قرارا بإقاماتها في الماضي واليوم نوقع معها اتفاقيات لتوسيع وتنمية مراكز التعهيد هذه لكي يزداد نشاطها وقدراتها التصديرية وفرص العمل التي تنتجها أيضا ان شاء الله سننوقع اتفاقات مع ثمان شركات عالمية رائدة ستبدأ نشاطها التعهيدي في مصر بإقامة عشر مراكز تعهيد جديدة في مصر حياة أرى في الشريحتين أمرين إيجابيين في الشريحة الأولى هي شركات كانت قد اتخذت قرارا في السابق بإقامة مراكز تعهيد لها في مصر ثم جذبها الحراك التدريبي والخطط التنموية التي أخذت تتصارع ونتج عنها ازدياد مضطرد في الكفاءات والكوادر مما جذبها لتوسيع مراكزها وتنمية قدراتها في مصر الأمر الثاني هو شركات أيضا لفت نظرها هذا الحراك التدريبي ووفرت القدرات والخبرات والكفاءات في مختلف تخصصات التكنولوجية ومن ثم رأت في السوق المصري ما يجذبها لإقامة مراكز تعهيد جديدة لها في مصر الأمر الثالث أيضا الذي ربما يسوق لي أن أوجه نظر حضراتكم له هو تنوع جنسيات هذه الشركات التسعة وعشرين حيث تنتمي إلى إحدى عشرة دولة مختلفة إحدى عشرة دولة تضم المراكز الرئيسية لهذه الشركات التسعة وعشرين هي كلها كما تلاحظون حضراتكم من الدول بلغة التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورغم هذا رأت في السوق المصري ما يجذبها لإقامة مراكز تعهيد لها مما يكرس بالفعل حقيقة أن السوق المصري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات جاذبا لتسعة وعشرين شركة رائضة من إحدى عشرة دولة مختلفة لإقامة خمسة وثلاثين مركز تعهيد أو توسيع مراكز تعهيد قائمة له إن شاء الله هذه المراكز ستنتج فرص عمل ستتزايد حتى تبلغ ما لا يقل عن أربعة وثلاثين ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام عشرين خمسة وعشرين هذه الموارد البشرية الأربعة وثلاثين ألف بإذن الله ستبدأ في إنتاج صدرات رقمية ستتزايد حتى تبلغ ما لا يقل عن مليار دولار إضافي سنويا من الصدرات الرقمية يمكن أن تقل في عجالة إلى المرتكز الثاني في استراتيجية بناء القدرات وهو رعاية الإبداع رعاية الإبداع هي تقوم على تحفيز عدد أكبر من رواد الأعمال وتشجيع قطاع أرحب من شبابنا على إقامة مشروعات وإنشاء شركات بدأنا أيضا نحظو نفس الحظ بالشراكة مع جهات سواء جامعات أو شركات عالمية خبرة بهذا التخصص وقسمنا مراحل نمو الشركات وتطورها إلى ست مراحل مختلفة ثم تعاقدنا مع هذه الشركات والجامعات لكي نتشارك معها في كل مرحلة من المراحل حسب تخصصها وحسب قدراتها بحيث دوما نستفيد مما هو أفضل وأحسن من كل من هذه الشركات أيضا مع جامعة أم اي تي المرموقة وضعنا استراتيجية لتحفيز ريالة الأعمال وبناء القدرات الابتكارية بدأنا أيضا في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية كان لدينا ثلاث مراكز في القاهرة وبرج العرب وأسيوت في يوليو الماضي شرفنا بافتتاح فخامة رئيس الجمهورية لتمن مراكز جديدة ضمنها قصر السلطان حسين كامل الذي تشرفون أنا حضراتكم في هذا المساء حاليا ننشئ 12 مركز جديد في 12 محافظة جديدة إن شاء الله تبدأ في التشغيل في النصف الأول من العام القادم ثم تأتي المرحلة الثالثة سبع مراكز في سبع محافظات الهدف هو أن يكون لدينا مركز تدريب وحاضنة ومركز مسرعات أعمال في كل محافظة من محافظات الجمهورية إن شاء الله 30 مركز بكلفة استثمارية قدرها 5 مليار جنيه في خلال العامين القادمين أمام حضراتكم صور لهذه المراكز سواء ما يفتتح منها ويعمل بالفعل أو ما هو تحت الإنشاء وإن شاء الله يفتتح في النصف الأول من العام القادم أنتقل بعد إذن حضراتكم إلى المرتكز الثاني في الاستراتيجية وهو خدمات الاتصالات التي نسعى دوماً لتحسنها وتقدمها بصورة كف وثابتة وننشرها على مستوى الجمهورية الحقيقة الخطة بدأت منذ أخريات عام 2018 لتحديث ودعم وتوسيع شبكة الإنترنت السابت بموزنة قدرها 100 مليار جنيه نفذنا المرحلة الأولى والثانية بكلفة قدرها 60 مليار جنيه ونحن الآن ننشغل بالمرحلة الثالثة من هذه الخطة أيضاً يجري ربط كل المباني الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية بشبكة ألياف ضوئية لتتبادل البيانات فيما بينها بمثابة العمود الفقري للحكومة الرقمية 33 ألف مبنى ستربط بشبكة كوابل ألياف ضوئية انتهينا بالفعل من 20 ألف منها وجاري استكمال الباقي كلفة هذا المشروع 7 مليار جنيه ثم المشروع العملاق والأطقم في تاريخ مصر التنموي وهو مشروع حياة كريمة الذي نطلع من خلاله بربط كل منازل القرى المصرية بشبكة الألياف الضوئية أكثر من 3.5 مليون منزل يقطنها أكثر من 58 مليون مواطن مصري ستصل إليهم شبكات الإنترنت فائقة السرعة الحقيقة يعني ما يهمني أن أركز عليه في هذا الصدد أنه حين شرعت الحكومة المصرية في إعداد مشروع لتوفير المرافق والخدمات التي تكفل للمواطن المصري حياة كريمة لم يقتصر نظر الحكومة المصرية على الصرف الصحي والماء النقي والكهرباء فقط وإنما ترى الحكومة المصرية أن الإنترنت فائق السرعة خدمة ضرورية لكي نوفر لمواطنين حياة كريمة وهذا يؤكد رؤية الحكومة المصرية وإدراكها لأهمية الرقمنة والتكنولوجيا للمزيد من التنمية في كافة قطاعات الدولة وليس فقط في قطاع الاتصالات الحقيقة أن هذه البنية التحتية المعلوماتية أيضا لها أثر نرى إيجابي في سياق ملف التعهيد الذي نحن بصدده اليوم لأنه لا يمكن لشركات العالمية أن تقبل على إقامة مراكز التعهيد لها في مصر دون أن تتأكد من أن هناك بنية تحتية رقمية قادرة على أن تستوعب حجم العمل الذي يخططون له دون أي اضطراب أو توقف والحمد لله أنه خلال سنتي الجائحة كثير من الشركات طبعا لجأت إلى سياسة تشغيل الموظفين من منازلهم والحمد لله أن شبكة البنية التحتية الرقمية استطاعت أن تستوعب بكفاءة اكتامة كل أحجام العمل التي تضاعفت مع بدء الجائح يعني في عجلة شديدة أنتقل للمحور الثالث وهو الخدمات الحكومية المؤسرة والمحوكمة في يوليو الماضي تفضل السيد الرئيس بإطلاق منصة مصر الرقمية كان عليها حين أطلقت حوالي 130 خدمة حكومية اليوم تضم أكثر من 165 خدمة حكومية مرقمنة بالكامل تتاح لمواطنين بسبب مختلفة تناسب كل أطيافهم هذه الخدمات تم أتمتتها بالتعاون مع الجهات والوزرات المقدمة لهذه الخدمات ومن ثم محور هذه الخدمات هو الجهة التي تقدمها الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من بناء مصر الرقمية وهو الخدمات التي تتمحور حول المواطن ومن ثم بدأنا مشروعا ضخما يضم 15 محور من الخدمات تضم مصفوفة الخدمات المتجنسة بغض النظر عن الجهات المقدمة له فمثلا لدينا محور لكل ما يتعلق بخدمات الحماية الاجتماعية أو بخدمات التعليم أو بخدمات انفاذ القانون والعدالة الرقمية هي إذن محاور خدمات متمحورة حول المواطن وليس حول الجهة بدأنا بأربع محاور وإن شاء الله نستكمل المحاور الخمسة عشر في خلال الفترة القادمة بكلفة إن شاء الله خمسين مليار جنيه يعني أختم الحياة بمؤشرات سريعة ربما تعكس أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحمد لله خلال السنوات الأربعة الماضية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بنسب تتراوح ما بين 15 و 17% الحمد لله هو القطاع الأعلى نموا بين كل قطاعات الدولة اليوم في مجلس الوزراء زميلاتي معالي وزير التخطيط عرضت نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي لذلك الحمد لله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر النبو بنسبة 16 و 14% بزيادة عن الربع الأول من العام المنصري أيضا في يوليو في الماضي في افتتاحات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شرفت بإعلان أن نصر قفزت من المركز الأربعين في متوسط سرعة الإنترنت السابت عام 2019 إلى المركز الأول اليوم الحقيقة يعني يشرفني أن أعلن مؤشرا آخر أحرزنا فيه تقدما وهو مؤشر جهزية الحكومة الرقمية الذي يصدر البنك الدولي في عام 2018 كانت مصر مصنفة في الشريحة جيم بين دول العالم الأكثر جاهزية التي حكومتها الرقمية أكثر جاهزية في عام 2020 أصدر البنك الدولي تقريرا وجاء تصنيف مصر في الشريحة به قبل أيام قليلة أصدر البنك الدولي تقريره عن عام 2022 الحمد لله مصر قفزت إلى الفئة الأعلى الفئة ألف ضمن أعلى عشرين دولة في العالم في مؤشر جهزية الحكومة الرقمية دوما بإذن الله تظل لمصر في المقدمة وفي القمة وفي الصدارة شكرا جزيلا كل الشكر معي الوزير دكتور عمر طلعت وزير التصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذه الكلمة وهذا العرض الثري في الواقع كل هذه المسائل حثيفة لتعزيز ريادة مصر العالمية في صناعة التعهيد وتمية الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة عالية القيمة لم يكن لها أن تترجم على أرض الواقع لو لا دعم كامل من الحكومة المصرية التي تحرص دوما على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وإدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري بالإضافة إلى جهودها في تهيئة المناخ الملائم للنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحفز لتسريع وطيرة التحول الرقمية لبناء اقتصاد تنفسيا قوي والآن ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمته خلي تفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد الوزير الدكتور عمر طلعت وزيرة الصلاة وتكنولوجيا المعلومات أصحاب السعادة السفراء السيدة مسؤولي ومسلي الشركات العالمية السيدات والسادة الحضور الكريم يسعدني التواجد معكم اليوم في هذا الجمع الكريم والمتميز من شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات الأعمال والتعهيد العالمية التي حرست على ضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة الحيوية سواء من خلال التواجد لأول مرة في السوق المصري أو التوسع في نطاق أعمالها القائمة وتصدير خدماتها لأكثر من مئة دولة حول العالم انطلاقا من مصر كما يسرني أن يكون لقائنا اليوم في ظل هذه الأجواء الإبداعية التي يزخر بها مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل والذي يعكس جهود الحكومة المصرية لتمكين الشباب وتوفير المناخ المحفز للابتكار الرقمي ورعاية ودعم ريادة الأعمال إنما نشهده اليوم يعد دليلا واضحا على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود التي تبزلها الدولة المصرية والتزامها بتطوير سياسات الاقتصاد الكلي لتيسير إجراءات الاستثمار الأجنبي بشتى صوره وأنواعه وكذلك تحفيز الشراكات البناءة بين القطاعين العام والخاص وإدراكا من الحكومة المصرية بأن زيادة حجم الاستثمارات يعد واحدا من أبرض الملفات ذات الأولوية فقد تمنت الحكومة رؤية متكملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة يتم من خلالها تقديم حوافز وتسهيلات وتزليل الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير إطار تشعيعي داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية وفي ضوء التقارير الدولية التي تشير إلا أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدلات نمو جيدة يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أهم القطاعات الحيوية الدافعة لهذا النمو وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمي ولقد حرصت الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار كما نستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل السلاس لمباطرة حياة كريمة كذلك تم البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمي ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية لا سيما المتعلقة بتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة فضلا عن توفير البرامج المتعلقة ببناء القدرات الرقمية ودعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة السيدات والسادة الحضور بالإضافة إلى ما سبق اتتخذ الحكومة كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال حيث يتم تنفيذ دوجهات السيد رئيس الجمهورية نحو السماح بفتح الشركات الإفتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي لها فضلا عن الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلا من خمسين ألف جنيه وفي إطار الحرص على وضع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري تم عقد المؤتمر المصري مصر عشرين اتنين وعشرين الذي أثمر عن مجموعة من التوصيات ومنها ما يتعلق باقتنمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يأتي من أبرزها تحفيز البحث والتطوير وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة وكذا إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات وتبني آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها حيث من المقرر إقامة هذه المنطقة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كما شملت توصيات المؤتمر توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز المادية والتصديرية لزيادة مستويات الصادرات عالية التقنية والمتابعة الدائمة للتشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والبناء على الجهود المبزولة في مجال تطوير البنية التحتية الحضور الكريم تعد اتفاقيات التعاون التي سيتم توقيعها اليوم تأكيدا على ما يتميز به قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من فرص استثمارية واسعة في ضوء ما يشهده من معدلات نمو مرتفع على مدار أربع سنوات متتالية كما تعد تأكيدا على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر والتي أهلتها لتكون محط أنظار وبؤرة اهتمام الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود في ظل جهود الحكومة الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد ومضاعفة حجم الصادرات من هذه النوعية من الخدمات على النحو الذي يسهم في زيادة مصادر الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وإيمانا من الحكومة المصرية بأن صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي صناعة عقول وأن الشباب المصري هم ثروة مصر الحقيقية فإننا نعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص العمل كثيفة للشباب ذات قيمة مضافة عالية كما نثق في قدرات شبابنا الواعد وما يمتلكونه من مهارات وطاقات خلاقة تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وحرفية والاعتماد عليهم في تصدير الخدمات العابرة للحدود لعملاء الشركات العالمية في مختلف الأسواق ومن هذا المنطلق فإن الحكومة المصرية لا تتدخير جهدا نحو توفير كافة الإمكانات لأبنائنا الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بهدف إعداد كوادر رقمية متميزة في كافة التخصصات تقود التحول الرقمي وتدعم الصناعة في مصر والأسواق الإقليمية والدولية وإدراكا منا لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وأثروها المتوقع على سوق العمل فقد حرسنا على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل من خلال محورين أساسيين وهو متطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في التخصصات التقنية المختلفة وفقا لأفضل المعايير العالمية في التدريب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية إلى جانب دعم الأنشطة المحفزة على الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الحضور الكريم في ختام كلمتي أود أن أؤكد على أن الدولة تفتح زراعيها بأي استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف كما أعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقيات التي سيتم توقعها اليوم مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات وما ستسمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 فرصة عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية بقيمة تصديرية ستصل إلى مليار دولار سنويا وكل أمل أن يكون هناك لقاء آخر قريبا يتم من خلاله الإعلان عن توسعات جديدة في حجم الأعمال وتوفير عدد أكبر من فرص العمل المتميزة لشبابنا شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والآن ندعو دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمر طلعت والسادة ممثلي الشركات العالمية للانتقال إلى قاعة توقيع الاتفاقيات داخل قصر السلطان حسين كامل ونرجو من السادة المدعوين الانتظار ويمكنكم مشاهدة مراسم التوقيع من خلال بث حي على شاشة المصرح شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا موسيقى شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 موسيقى شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا شكرا 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 على إنشاء الكثير من المدن التكنولوجية مصر تحتل المرتبة السادسة في مجال أو على قائمة الدول الواعدة في تقديم خدمات التعهيد وذلك وفقا لمؤشر اي تي كيرني وهو مؤشر متعلق بتغير جغرافية خدمات التعهيد تحتل مصر المرتبة السادسة في هذه القائمة وذلك بفضل جهود الحكومة المصرية في السنوات السابقة لتحسين مجال الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واستقبال الشريطات العالمية القبرى العاملة في هذا المجال والتي تفضل التواجد على الأراضي المصرية لتوفر العديد من المزايا في مجال تكنولوجيا المعلومات كما ذكرت على رأسها توافر كوادر بشرية مدربة وبقدرات لغوية عالية فمصر توفر خدمات التعهيد لحوالي 100 دولة حول العالم بحوالي 20 لغة للمزيد مشاهدين الكرام ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية من مقر توقيع الاتفاقية في قصر السلطان حسين كامل كريم تطلعنا على تفاصيل الاتفاقيات وما دار في هذا الاحتفال بتوقيع مراسم الاتفاقيات بين هيئة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة كبرى عاملة في مدال تكنولوجيا المعلومات نعم تحياتي لك الهام وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هو احتفال احتفال بتوطين الصناعة احتفال بزيادة فرص العمل هنا في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص العمل للشباب المصري ولكن الهدف الأسمى هنا هو توفير فرص العمل توطين الصناعة وزيادة الصدرات مما ايضا يزيد ويرفع من فكرة زيادة الدخل القومي المصري ولكن هناك نقطة هامة في هذه الاتفاقيات وهي فكرة التعهيد وما هي صناعة التعهيد هذه الاتفاقيات 29 اتفاقية كما ذكرتي بالفعل منهم 21 اتفاقية لشركات بالفعل متواجدة داخل جمهورية مصر العربية هذه الشركات تعمل في صناعة التعهيد وهي فكرة نقل واستخدام بعض الشركات العالمية لبعض المنتجات وهنا نخصف أكثر في منتجات الصناعة التكنولوجية التكنولوجية الحديثة واستخدام هذه الشركات لشركات داخل جمهورية مصر العربية أو في بلاد أخرى غير بلادها الأساسية لتوطين هذه الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا مما أيضا يوفر فرص العمل هذه نقطة 29 شركة منها 21 شركة كبيرة متواجدة بالفعل وهناك 21 اتفاقية لتوسيع شركات التعهيد وصناعة التعهيد وصناعة التكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية بشكل عام هنا في مصر ثماني شركات أخريات يعني يدخلون جديدا في مجال صناعة التعهيد أيضا يبدأون شركاتهم 9 شركات ستكون بدايتهم هنا في مصر أيضا لتوفير فرص العمل وتوطين صناعة التكنولوجيا 29 شركة يهدفون في الأساس لتوفير ما يقرب من 35 فرصة عمل للشباب المتخصص في تكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام وأيضا تحدث الدكتور عمري طلعت وصيلة صلاة خلال هذه الاحتفالية عن فكرة توطين صناعة التكنولوجيا الجديدة ولكن أيضا توفير التدريب الخاص لكل هذه الكوادر من وهي استراتيجية كبيرة لمدة 5 سنوات تبدأ من 2022 وتنتهي بـ 2026 بنهاية 2026 وهي 5 سنوات كاملة بدأت في فبراير الماضي واليوم والاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية بالطبع هناك محاور عديدة لهذه الاتفاقية ولكن نتحدث عن استراتيجية من ثلاثة محاور رئيسية وهو التنوع والتخصص التنوع والتخصص مما يعني أن هذه الصناعات التعهيدية أو التعهيد الخاص بشركات التكنولوجيا سيكون إما بشركات الإنترنت وضع أيضا تحديث الفايبر واستخدام الفايبر في زيادة سرعة الإنترنت وأيضا العديد من تكنولوجيا الجديدة في صناعة المايكروشيبس الصغيرة لأجهزة الحاسب الآلي والموبايلات وغيرها من المايكروشيبس الصغيرة التي تستخدم في التكنولوجيا الحديثة في هذه الأيام هناك أيضا تخصص لأن مصر تطورت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بها الإنترنت الثابت وصلت من المركز 40 إلى المركز الأول في أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت لذلك هو التخصص في صناعة التعهيد الخاص بالإنترنت هناك أيضا جزء خاص فيه الاستراتيجية المحور الآخر وهو منهاجية تصميم متكاملة أي أن هذه المنهاجية تأتي على عدة محاور التدريب الخاص بالشباب توفير فرص العمل توطين صناعة التكنولوجيا والأهم هي زيادة الصادرات الصادرات ستصل إلى 100 مليار دولار إضافي على الصادرات الطبيعية لتكنولوجيا المعلومات بانتهاء عام 2025 ستزيد معدل الصادرات لمائة مليار دولار زائد عن المتعارف على المتوقع هناك أيضا الجزء الخاص بفرص العمل فرص العمل لا تتوقف فقط عند هذه الشركات ولكن أيضا هي فرصة لفتح أفاق جديدة لجميع الشباب إما داخل مصر أو حتى خارج مصر وفي فرص العمل داخل مصر وأيضا استخدام هذه التقاط وتطوير هذه التقاط وتدريب هؤلاء الشباب أيضا ليكونوا ممثلين للشركات المصرية خارج مصر إذن هي تصدير لتكنولوجيا المعلومات وفي نفس ذات الوقت تصدير للتقاط وتصدير للشباب والفكر المصري داخل مصر وخارج مصر يعني أضيف على كلامك كريم أنه هذا يمثل أيضا طفرة نوعية في نوعية التعليم المقدم للشباب المصري بما أنه يعني يحتاج شباب متخصص في مجال شركات تكنولوجيا المعلومات ناطقين بلغات مختلفة فأيضا هذا يعني يعكس نوعية تعليم متميزة موجودة في مصر على كل أنا أشترك شكرا جزيلا كريم بيبرس على كل هذه التفاصيل كريم بيبرس كنت معنا من مقر توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا وعدد من الشريكات العالمية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدوني